هذا التغيير له شرطين. اول شرط انه هو يكون شامل لأهالي المنطقة كلياتهم. ثاني شي انه هذا التغيير يكون واقعي بصراحة. هو مو احلام تكون وهيك عم تنزد كيف ما كان. لا هو هو واقعي بطريقة انه يكون مخطط اليها. نحن هلأ رايحين على المرحلة الثالثة بالمنهجية اللي هو وضع برنامج تنفيذي متكامل لمدة ثلاث سنين او اربع سنين. لح نشوف فعاليته برمضان ان شاء الله. لازم خلق بيئة اقتصادية واستثمارية بترتوس القديمة. بصراحة موضوع التمويد الكل اللي حيشارك فيه. اذا عم نقول محافظة ووزارات هيدنا اللي حشاركوا فيه. غرف تجارة ممكن شاركوا فيه. مديرات اوقاف حتى شارك. الناس اكيد بده تشارك فيه. من المناطق الجميلة ليس فقط يعني بعمارتها وبالشيء الموجود بداخلها. من المناطق الجميلة اللي تحسوا حالكم ماشيين بقلب التاريخ. يعني كيف لما منحكي مثلا عن ازقة واحياء دمشق القديمة. كيف لما منحكي عن مناطق متزال مأهولة. رغم انه مناطق تصنف انه مناطق تراثية او اثرية. عم نحكي عن مدينة ترتوس القديمة. رغم جمال هذه المدينة وعراقتها واصالتها وادفية فعلا كنوز. ولكن يمكن على مدى سنوات ماضية. وكان في حديث قبل الحرب لفترة طويلة عن اعادة احياء. اعادة يعني ربطة اذا بدكن بالحياة بطريقة جديدة. ولكن على ما يبدو الحرب عطلت الكثير من المشاريع في مدينة ترتوس القديمة. اليوم نسمع بانه في حراك مهم باتجاه هذه البقعة الاثرية عن طريق الامانة السورية للتنمية. ما الذي سيحصل في مدينة ترتوس القديمة؟ شوية الخطوات. كيف سينعكس هذا الموضوع على القاطنين في المدينة القديمة. على من يعمل فيها على بعض الورشات بعض الحرف. بعض الناس اللي ما تزال تمارس عملة في هذه المدينة القديمة بنفس الوقت. هل سيكون هناك أمر متاح للاستثمار فيها مثلا؟ كل هاي الأمور والمعلومات رح يجاوبنا عليها ضيفي بالستوديو. إضافي لضيوفي لرح يكونوا معنا باتصالات مباشرة من ترتوس. ولكن بداية أمرحب الأستاذ إبراهيم الرئيس مدير الخطط التنموية في الأمانة السورية للتنمية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أستاذ إبراهيم أعطيني فكرة عامة أول شيء. شو هي الخطط اللي عم تشتغل عليها الأمانة بالفترة القادمة. بعدين منروح على طرطوس تحديدة. أوكي. هلأ نحنا بس بدنا يعني نزب نقول شغلة إنه هي ما خطة تنموية. هي منهجية تنمية اجتماعية. الخطة التنموية بيكون جزء منها. منهجية تنمية اجتماعية هي طريقة تفكير تترجم على أرض الواقع بطريقة عملية بحيث تعمل تغيير إيجابي بالمنطقة. هذا التغيير إلو شرطين. أول شرط إنه هو يكون شامل لأهالي المنطقة كلياتهم. ثاني شيء إنه هذا التغيير يكون واقعي بصراحة. هو مو أحلام تكون وهيك عم تنزد كيف ما كان. لا هو واقعي بطريقة إنه يكون مخطط إلها. إذا أريد أن أتحدث عن ميزات المنهجية بصراحة. التنمية المجتمعية هي مصطلح عالمي. فيه له كثير من مدارس. اللي ساوينا نحن إنه درسنا هاي المدارس أو النهج العلمية. واخترنا النهج التي تطابق هوية سوريا بتنوع مناطقة. سوريا مناطقة متنوعة. بالإضافة إلى الأساس العلمي نحن اعتمدنا على الخبرات. مو الخبرات الموجودة بالمؤسسة فقط. هي كل الخبرات اللي نحن منقابلها بمناطق. مشان هيك هي المنهجية طلعت بطريقة صارت هي منهجية علمية. واقعية. واقعية ومرينة. أوكي وبتقدر تحقق نتائج بأي منطقة. حكيت نقطة مهمة إستاذ إبراهيم أنه مومهم نحن نعمل رؤية لمنطقة تكون هيك وردية وغير قابلة للتنفيذ. لأنه كل منطقة الأخصوصية بسكانها بطبيعة العمل فيها بارتباطها المجتمعي مع محيطها. فبالتالي بتحتاج معادلة خاصة فيها. ما هي المعادلة اللي ارتأيتموها لمدينة ترتوس القديمة انطلاقا من المشاكل الموجودة؟ المعادلة اللي كانت بصراحة بالنسبة للمنهجية ووحدة بيناتهم ترتوس القديمة أول شي هي ما لمنهجية أمانة سورية للتنمية أو هي ما لخطة أمانة سورية للتنمية هي خطة منطقة. هي خطة المنطقة بتشارك فيها جميع الجهات. جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية. مشان هيك بترتوس القديمة نحن كان في معنى المحافظة كان في معنى مديرية أوقاف. كان في معنى سيدات ربات منزل كان في معنى كل الناس غرفة تجارة كانت معنى بنوك هلال أحمر كل الناس كانت موجودة. شو كانت شو كان الحديث عن المدينة القديمة شو بتحتاج؟ الحديث كان عاد نحن لما نشتغل المنطقة كان دائما يعني بعد ما نكون معرفة كاملة عن هي المنطقة في رؤية بتنحط له هي المنطقة. فترتوس القديمة لأنه منطقة صغيرة مساحتها خمسين دنوم فنحن اللي عم نحكي فيه إنه هي المنطقة مواردة قليلة بالأساس. شو ما كانت هي مواردة قليلة؟ فنحن كانت رؤية ترتوس القديمة هي شلون تكون نقطة أو منطقة جذب اقتصادي وثقافي بناء على تنظيم أهلا وتطوير الموارد الموجودة عند أهلا. فهذا الحكي شو يعني؟ يعني أنا لازم بشتغل على ترتوس القديمة من جوة قوية شان تقدر استثمر مواردة بجذب جميع الناس إليها وقدر حافظ على هوية الثقافية وقويها اقتصاديا. فهذا كان يعني هذا الشكل العام للترتوس القديمة. قلت اللي شو المشاكل القائمة في المدينة القديمة اللي سمعتوها من السكان من الأوقاف من المحافظة؟ أوكي أوكي أنا حط لترتوس القديمة 12 هدف بناء على المشاكل ونقاط الأول موجودة بترتوس القديمة. نحن عندنا الترتوس القديمة أول شي مشكلة البيوت الأسرية والمخالفات القائمة فوقها. هذا أهم شيء وهذا كان مولد بصراحة تخوف عند الناس فكان الهدف أنه يكون ترتوس القديمة بيئة آمنة للسكن. هذا شو يستدعي؟ يستدعي أنه أنا لازم رمم هذا البيوت وعالج هذه المخالفات بطريقة تناسب هذه المنطقة. الشغلة الثانية موضوع الاستثمار الاقتصادي الموجود بترتوس. الاستثمار الاقتصادي عم يخف بترتوس القديمة لأن أنت المنطقة بدك تشتغل على البيئة تبعها الاقتصادية. هو مو من الشغل هو شوي مهمة لنتيجة الحرب البيئة الاقتصادية تبعها. فحطينا أهداف بتعالج كيف أنا طور هاي البيئة الاقتصادية من خلال استثمار أو تفعيل للمحلات الموجودة. كيف تفعل ساحة ترتوس القديمة لتكون منطقة جذب اقتصادي. كيف تشتغل على أي شيء بشوفه فرصة بطرتوس القديمة. ثقافيا هي مثل ما بلشت أنت الحديث هي مدينة يعني كنز. فنحن مثلا موضوع الترميم أول في هدف كتير مهم أنه أنا شلون بدي أشتغل على الواجهة الخارجية لترتوس القديمة بحيث أنه تنظم حافظ على هويتها ورمو ويشتغل عليها داخليا شلون بدي أشتغل على المعالم الأسرية الموجود فيها وتكون المعالم الأسرية قابلة للاستثمار. الاستثمار لا يعني أنه أنا فقط أريد أن أجرها لأنني إذا أجرها فقط أستثمار قابلة الاستثمار يعني هي كيف تقدر هذه المعالم تساوي حركة اقتصادية بالمنطقة أو حركة ثقافية بالمنطقة يستفاد من الناس. سكان والمحيط. سكان والمحيط. سكان والمحيط. فهذا هي ترتوس القديمة صحيحة نشوفها هي منطقة صغيرة بس هي منطقة أسرية. وهذا يرجع على هويتها كترتوس القديمة لأنه هي أصل ترتوس المدينة موجودة هلأ. صحيح. طيب بالحديث عنها رح أنتقل لأخذ اتصال هاتفي من أمين عام محافظة ترتوس الذي نضم لألنا على الهواء الأستاذ حسان حسن. أهلا وسهلا أستاذ حسان. أستاذ حسان عم نحكي عن ترتوس القديمة عن الرؤية عن كيف ممكن تتفعل كمدينة تفيد الناس الساكنين فيها تحافظ على هويتها بنفس الوقت تكون مصدر للاستثمار ثقافي اقتصادي سياحي كل هاي العناصر. ولكن بالعودة شوي للوراء أنتم كمحافظة ترتوس خلال عقود من السنين الماضية يعني ما بدي بدي اتجاوز شوي سنوات الحرب لحتى ما نحمل الحرب كل المشاكل. شو كنتوا عم تعملوا يعني شو كانت رؤيتكم للمدينة القديمة بالمحافظة شو كانوا عم يشتغلوا حتى اللي سبقوا حضرتك وكيف كانوا عم يشتغلوا على تنفيذ هذه الرؤية إذا كانت موجودة بوقتها؟ طبعا هي كما تصدلت حضرتك هي لم تكن رؤى مستقرة إنما كان مبادرات متفرقة حصلت منذ سمانينيات القرنة الماضية وقلال تسعينيات وما قبل الحرب بتدخل بأماكن متفرقة من المدينة القديمة بأعمال خيامي وترميم ما يصبح به قانون أساغ وما يشتغلوا على هوية هذه المدينة القديمة دون أن تتبلغ هذه المبادرات كأرؤى مستقرة تعقس أسالة وعلاقة هذه المدينة القديمة هذا هو الحياة اللي صار معنا اليوم نحن أنه اليوم هذا يتم من خلال منهجية عدة خصيصا لهذه الغاية بغاية إبارة هذا الدور الحضاري لهذه المدينة التي تمتد إلى ألفين عام قبل الميلاد وذلك من خلال التشاركية مع المجتمع المحلي وتأكيد على دور التنمية المجتمعية بغرض إحداث التغيير الإيجابي يعني بس أنت هون خليتني أسألك سؤال تاني يعني كانت مبادرات ليش ما كان في مشروع يعني أنتم محافظة محافظة الطرطوس هذا جزء أساسي هو قلب يعني المدينة ليش ما عملت ولا مرة المحافظة مبادرة هي تقوم فيها مشروع هي تقوم فيه باتجاه لماذا دائما ننتظر الأمور أن تأتي من المركز نعم هلا هي محافظة طعنة بكامل رقعة جنغرافية المحافظة والمدينة القديمة تشكل حيز من هذه المحافظة باعتبار أنه المدينة القديمة تخضع بمجملها لقانون الآثار هناك كان مجموعة من خلينا نقول في تلك الأسناء القيود التي حالت دون التدخل بالشكل الكافي وبالطبيعة الحال أيضا كما قلت بالورقة هذه ابتداء منذ عام 1999 عندما تم درجوها على اعتبارها ضمن مجلة الحماية بقرام النزار الثقافي بدأت تفكير بشكل جدي بإحداثها التطوير والتنمية للمدينة القديمة لكن لم تلقى إلى مستوى منهجية متكاملة إنما كانت عبارة عن مجموعة من المبادرات التي تكررت ما هذا اللي عم بسأل؟ شو السبب أنها ما تحولت لها؟ يعني ليش ولا مرة شفنا مشروع كامل في المدينة القديمة بتطويرها؟ حتى على مستوى الأمور البسيطة يعني شوارعها، أزقتها، واجهتها؟ يعني كنتم بحاجة للطرف هو اللي يقوم بهذه المهمة؟ مش تماماً لكن هو سابقاً كانت تصير كما قلت هذه المبادرات وبدليل واجهتها الحالية تم زر عملية تأهيل لها عملية ضخمة بينها عام 2000 و2001 واجهة منشوفة بالصور الحالية والإضافة إلى التدقل ضمن الحدود الممكنة من قبل المجلس المديني بتقديم الخدمات سواء بالقميط السلطي أو بالمجاري والصرف الصشي أو من قلال المؤسسات الخدمية الأخرى كالكارباء والمياه والهاتف لكن كما قلت من خلال ملهجية متكاملة هذه المرة الأولى التي يحصل فيها هذا الأمم عندكم فكرة عن مدى تعاون الأهالي أو تحفظهم لأنه نحن كمان مبنى في شيء اسمه أحياناً مقاومة التغيير معروف هل من تحفظ عند الأهالي باتجاه أي تغيير قد يطرأ على المدينة القديمة؟ طبعاً أنا من خلال تجربتي بالقصة وبداء من صدور قرار 785 لعام 2021 عن السيد محافظة طرطوس بتشكيل فريق تطوير مدينة طرطوس القديمة والجهد الذي يبوزل في تلك الأسماء بالإضافة للجان التي قامت بالعمل من خلال مسح عمراني ومسح فني واجتماعي خلال المدينة القديمة لا بالعكس لاحظنا تعاون شديد ترحيب شديد بهذا الأمر وكما تم التأكيد على هذا الأمر خلال ورشة العمل التي قيمت الأسبوع الماضي خلال نقول بين 13-17-1 كان في ترحيب شديد من الأهالي وساكني المدينة القديمة لا بل تعاون أيضاً وأبرزوا جانب كبير من المشاركة بهذا الأمر لإطلاقوا حال انتهاء الورشي المنهجية دائماً بجميع مراحلها فيها حالة تبني فنحن لا نصل إلى التنفيذ لنعرف إذا الأهالي موافقين أو لا موافقين فهي حالة التبني بتبلش من المجتمع المحلي يعني نحن مثل ما قال الأستاذ نحن نجمع معه المعلومات وحالة التبني دي كانت الآن بالحراك الأخير مثل ما قالنا بترطوصها دي ما أنه هني موافقين على هذول الأهداف ولكن أنا حتى كمان كون سؤالي يعني معروف ليش سألته والأستاذ حسان أظن أنه بيعرف شو بقصود أستاذ حسان دائماً معناك بالسنوات السابقة عم بحكي كان فيه نوع من مقاومة التغيير أو التخوف باتجاه أي تغيير قد يطرأ في المدينة القديمة حسان صح أو لا؟ لا سابقاً سابقاً كما قلت لم تلقى لمستوى موادر متكاملي منهجية واطخة لإعادة أحياة لم يكن هناك خوف من القاطنين في المدينة القديمة من السكان يعني اللي عايشين جوا الموضوع كان متعلق بصراحة بالإمكانات وليس أمر آخر طيب بشكرك شكر جزيل بشكرك شكر جزيل فإذا أمين عام وحفظت طرطوز أستاذ حسان حسن أعود لعند حضرتك أستاذ إبراهيم قلت اللي يعني هلأ كعم يقول أستاذ حسان إحنا اجتمعنا مع كل الناس كان هناك حوالي 150 شخص 150 شخص من كل الفعاليات كل الفعاليات طيب شو اللي ممكن نحكي عنه بطور هاي المنطقة بطور العمل كبيئة عمل ولو كمشاريع صغيرة وأيضا ممكن يجزو باستثمارات من خارج المنطقة طيب القاعدة الأساسية اللي عندنا نحنا تطوير المنطقة هو أنه يجتمعوا كل الجهات ويتفقوا مشان تطوير هاي المنطقة هذا أهم شي بالموضوع بصراحة المنطقة لا مسؤولية منظمة واحدة أو جهة واحدة هي مسؤولية الجميع من أهلها للمحافظة للوزارات فهي نقطة كتير مهمة وهذا أساس المنهجية وأساس عمل المنهجية أنه أنا أجمع العالم ما أشتغل بشكل متحق مثل ما حكى الأستاذ أنه مبادرات فردية فالشغلة الثانية نحن هلأ رايحين على المرحلة الثالثة بالمنهجية اللي هو وضع برنامج تنفيذي متكامل لمدة ثلاث سنين أو أربعة سنين لح نشوف فعليته برمضان إن شاء الله كيف يعني؟ يعني سيكون مطبق على الأرض برمضان هذا رمضان القادم هذا رمضان القادم إن شاء الله ما نشوف برمضان؟ نحن نشوف برمضان هو مثل ما نقول استثمار هوية الترطوس الأديمة اقتصادياً كيف يعني؟ من خلال تفعيل أسواء في مهن بترطوس الأديمة ما لموجودة بمحل تاني صحيح؟ نحن لازم نطور هاي المهن في 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 عادات وتقاليد موجودة بترطوس الأديمة هذا الشيء لازم نستثمر وهذا بفوت بعملية الاستثمار فنحن رايحين لنشوف هاي الساحة شلون بدنا نهيئة كبنية تقدر تحمل أي استثمار كيف بدنا نحسنها لتكون جاهزة إن شاء الله برمضان حالياً في مبادرة طلعت نتيجة التوافق اللي صار على الأهداف في مبادرة طلعت على إنارة الترطوس الأديمة كرياتها بالطاقة الشمسية بالإضافة لهذه المبادرة بادرت جميع الجهات المسؤولة والمحافظة والناس على تنظيف ترطوس الأديمة ففي عنا مبادرتين هلا عم يتنفذوا على أرض الواقع هذول من كل الجهات عم تشارك بالمبادرتين كل مبادرتين مديرية الأوقاف والمحافظة وأفراد الموجودين داخل ترطوس الأديمة كمتوعين كخبراء كأي شيء ذكرت حضرت أكساس إبراهيم أنه في بعض المهن يمكن تكون مهن تراثية يمكن تكون مهن موجودة أو نادرة صح وأنتم تسعوا للحفاظ على بعض الخصوصية دائما أن الحفاظ على خصوصية مجتمعاتنا عن طريق يعني تراث الثقافي واللامادي صح شو اللي عم نحكي عنهم بالنسبة للترطوس القديمة أهمية وجود بعض الحرف بعض المحلات اللي تستمر بأداء أعمالها أوكي نحنا كأي حرف منشوفها هي منشوفها نحنا فرصة لإلنا وفرصة للمنطقة شغلتنا إذا في ممارس واحد لهذه الحرفة نعرف كيف ننشر هذه الحرفة لصير فيه متل بصير فيه هوية كاملة لهذه الحرفة صير فيه سوق لهذه الحرفة صير فيه ماركة لهذه الحرفة كتير واضحة وتتسوى وتتسوى وتصير مربوطة بهوية المنطقة صح فإذا ارتبطت بهوية المنطقة أنت حققت إنجاز كتير كبير إنه إذا بدك تشتغل هذه الحرفة أو تشتري هذا المنتج بدك تروح لهن صح شو في شغلات مميزة فينا نكرسها نقوية في المدينة القديمة عن أي أنواع من الحرف أو المهن ممكن نحكي مثلا لأنه كمان في خصوصية المنطقة بتفرض أنه نوع معين من النشاط الاقتصادي يصير صحيح؟ بالضبط كان في مأكولات شعبية هي خاصة بطرطوس الأديمة كان في صناعة خبز هو موجود بطرطوس الأديمة في أحد أقدم الأفران الموجودة هناك هذول نحن نشوف شلو من نرجع نحيهم بصراحة لأنه لساتهم كانوا قبل ما تفوت المنهجية أنهم يكملوا ولا ينسحبوا يكملوا ولا ينسحبوا لا أكدوا لأنه هلأ هنم مكملين مكملين فعملية أنه نحن مكملين هاي أول خطوة نجاح نحن منعتبرها لنشوف لنفوت على الخطة التنفيذية لنشوف شو ممكن نحقق معنا ينضم إليه على الهواء أيضا من طرطوس الشيخ فيصل هيكل من المجتمع المحلي وفعاليات مدينة طرطوس القديمة أهلا وسهلا فيك سيد فيصل أهلا وسهلا بحضرتك شرفت أهلا وسهلا فيك حضرتك من السكان في المدينة القديمة صحيح؟ نعم أحكي لي خصوصية هذه المنطقة ساس فيصل وكيف شايفين هالتوافق على أهداف اجتمعتم عليها جميعا كفعاليات أنها تتحقق على أرض الواقع كيف شايف الموضوع؟ خصوصية المنطقة المنطقة متميزة بكل شيء متميزة أولا بناسة اللي هني ساكنينها وهني عمي حافظوا على البيئة القديمة والتراثة القديمة اللي موجود فيها والمنطقة متميزة بموقع الجغرافي بمدينة طرطوس وبعواقة تاريخة وطبعا نحن بالمدينة القديمة المرت علينا على المدينة حلات صدق عديد والأهالي يطلعون دائما إلى الأفضل وإلى التطور وإلى حياة أفضل مما يعيشونه في واقعهم الحالي لذلك كان النظر إلى الشراكي والتعاون مع الأمان السوري للتنمي طبعا نحن كأبناء المدينة القديمة نظرنا إلى ما قامت به والدور العظيم الذي قامت به الأمان السوري للتنمي بأسواق تجاري بحلب وكيف نهضت من كبوتها وكيف عاد لها شابق عهدها وعادت لوجها الحضاري ولوجها الاقتصادي فتطلعنا لأن تكون مدينتنا القديمة كأسواق حلب تنتعش بعد رقاد وأن تقوم من كبوتها وأن تعطي الدور الذي يعود عليها وعلى بلدنا الحبيب سوريا فنحن نحب لبلدنا أن يكون بأرقى صورة وبأجمل صورة لذلك نحب لمدينتنا القديمة أن تكون بالصورة الأفضل والأجمل لذلك اتجهنا إلى الأمان السوري للتنمي مشكورة لتكون عونا لنا ولتكون عونا لنا حتى نمهب من هذا الواقع إلى الواقع الذي نربو إليه ونأمل أن نصل إليه اللي ترح أمامكم من الأفكار من البرامج المزمع تنفيذة من الأهداف اللي عم تتحاولوا أنتو والأمانة والمحافظة تشتغلوا عليها شو رأيك فيه؟ حتى طرحة الأفكار وطرحة الرؤى كانت نتيجة الدراسات ومشاورات ومباحثات وتعاون طويل مع الأهالي استقصوا كامل الموضوع أخذوا رؤية الأهالي ووجهة نظر الأهالي والذي يخدم أهالي المنطقة لوصلنا لهذه النتيجة وهذه الرؤى طبعا هذه الرؤى ببدايتها إنارة المدينة القديمة والعمل على تنظيف المدينة القديمة هذه كخطوة أولى رأينا فيها البداية خير بإذن الله سبحانه وتعالى وهناك تعطش من الأهالي لهذه البداية الكل يريد أن ينتقل من واقع إلى واقع أفضل ومن حياة إلى حياة أفضل لذلك هناك استقبال شعبي رائع جدا وسرور بهذه القرارات وتعطش لمرحلة البداية والانطلاق بإذن الله أختم حضرتك شيخ فيصل شيء أبرز مشاكلكم هلأ كسكان في المدينة القديمة ماذا يعاني مثلا سكان المدينة القديمة؟ طبعا هناك معاناة كثيرة في المدينة القديمة بأوجب متعددة ذكرناها بالدراسة التي قامت والجولات التي قامت بها أفراد الأمانة للمدينة القديمة البداية تكون أولا يعني بالنظافة وتحقيق النظافة بشكل كامل وبعدين تعالج بقية الأمور من صرف صحي إلى رعاية المنازل وترميم الواجهة والنشاط التجاري النشاط التجاري الذي ينعكس على أهل المدينة القديمة طبعا المدينة القديمة حصل فيها نوع من الركود علما أنه المناطق الأخرى في الكورنيش البحري تحسنت بترطوس يعني يفترض أنه تحسن كامل المنطقة ينعكس كان أيضا على المدينة القديمة أنه تحسن خارجي وليس تحسن داخلي تماما تحسن خارجي نحن نريد بالتشاركية أن يمتد هذا التحسن إلى داخل المدينة القديمة بأسوارها بأسواقها بحواريها حتى تنتعش بكاملها بإذن الله بحتى النشاطات الاقتصادية ولو بسيطة من ورش ومحلات موجودة وقائمة فيها هي قائمة على المجتمع المحلي الموجود فيها صحيح يعني لا يأتي إلى المدينة إلا من يقصد ما بها يعني خذ على سبيل المثال عندنا في رمضان تقام بعض الأسواق الشعبية يقصدها كامل أهالي المنطقة كامل أهالي طرطوس تحقق نوع من النشاط التجاري عندنا أيضا الخبز العربي القديم الذي لا يوجد إلا في هذه المدينة القديمة يقصدها الناس عندنا مثلا معمل للحلاوي صحيح صحيح يقصده الناس فنحن بحاجة إلى مبادرات تلموية أخرى تحقق هذا النشاط الاقتصادي في المدينة شكرا جزيلا لحضرتك شيخ فيصل هيكل كان أيضا معنا من طرطوس أعود مرة جديدة لعند حضرتك ساز إبراهيم سمعنا كلام شيخ فيصل قال أنه يعني في مشاكل قديمة العلاقة بالنظافة بالصرف الصحي بعدم تكريس النشاطات الاقتصادية طيب نحن هنا بنحكي عن تفعيل الداخل ولكن من نفس الوقت أنت بحاجة لجذب الاستثمارات من خارج المدينة القديمة يعني بدك تعطي فرص بدك تعطي أفكار بدك تعطي مفاتيح تقول للمستثمر يمكنك أنك تعمل هيك هون عن شو عم نحكي بالضبط هون أساس إبراهيم مثل ما بلشنا أنه نحن لازم خلق بيئة الاقتصادية واستثمارية بترطوس القديمة وهذا أكيد لا حيبلش مثلا من أنا أنه نجهز بنية تحتية وبيبلش كمان من تحسين واقع أو منظر المنطقة إذا أنا في عندي فندق بترطوس القديمة مثل ما هو موجود ومسكر أوكي لازم ما يفتح هذا الفندق لازم يكون المشهد العام أمامه هو جيد شان يقدروا الزوار ينزلوا فيه إذا في عندي مثلا مثل ما موجود حمام أوكي لازم أنا استثمر الفنادق الموجودة وإذا رأي حساوي قبض جذب شان هيك أنا في عندي شي اسمه بالأهداف مسار سياحي بترطوس القديمة هذا يقدراني استثمر كافة النزلاء بالفنادق الموجودين على الكورنيش فهي بترجع لتهيئة البيئة طيب تهيئة البيئة ماذا تطلب؟ تطلب كتير من الخطوات اللي نحن منسميها عندها منهجيتنا نجاحات من هاي النجاحات نحن حطين مثلا ترميم المعالم السياحية بالطرطوس القديمة وهذا شيء كتير مهم في ناس بجوز ما تعرف شو في معالم سياحية مهمة داخل أسوار المدينة القديمة موجود في فيه السور من جوا وفيه الكنيسة الموجودة أيضا وفيه الحمام الأسري وفيه الفندق هذول أربع شغلات يعني هن الأساس اللي عم نحكي عليه هون وفيه الأقبية اللي بدي أحكي عنه بترطوس القديمة انه بالإضافة انه أنا بدي جمل وكذا بس ليشتغل انه أنا طور إمكانيات الناس شان تقدر تستقبل هذول الزوار طور كيف يتعاملوا معهم اذا في مهم بدي تطلع عندي جديدة لازم درب أنا هذي ترطوس القديمة عليها لانهنة أولوية بصراحة ما برجع بقلك هي مو علاقة انه أنا عاطي استثمار ان المستثمر رح عليه يستفيد أنا أول شي عم بحسب كيف أهالي ترطوس القديمة بدي تستفيد وفيه كتير من أهالي ترطوس القديمة اللي هذن هذن صاروا ساكنين براتة يمكن هذول أعطيهم الأولوية لأنه في علاقة اجتماعية بينهم تربطون مع الناس الموجودين فهذا كل ياته نحن شايفينه واخذينه بعين الاعتبار وعلى أساسه لحن فاعل الخطة كمان كان في كلام الليه علاقة بالبيوت ياللي ممكن تكون مخالفة تعديات على بعض الأماكن الأثرية كيف رح تتعالج صح وحتى في بيوت بدي ترميم بدي ترميم المشكلة كانت بالنسبة للأهالي أنه شروط الترميم عم بيعتبروها صعبة ليش عم بيعتبروها صعبة لأنه المتطلبات ترميم البيت مواده غالية عن الناس فما عم تصير عملية الترميم بشكل فعال فنحن هذا الأمر أخذينه بعين الاعتبار ونتيجة تجربتنا بحلب يعني نحن تجرب أهم شي بحلب اللي صار مو أنه ترمم له هلأ يمكن 6 أسواق أو 8 أسواق بحلب اللي شي اللي صار أنه صار فيه مرسوم طلع بحلب في 2022 هذا المرسوم طلع نتيجة رغبة الأهالي بهذا التعديل والتطوير وتحقيق النجاحات فهذا اللي عم بيحكي عليه من الأول أنه الأهالي طول ما هن معنا أوكي ممكن يتطور أي قانون ممكن نتساعد نجيب تمويل بس هن بدون يكونوا معنا بيوت المخالفات كمان لحتم التعامل معها بطريقة الذي يسن عليها القانون بالتوازي مع الحفاظ على مصلحة الناس الموجودين جواد طرطوس الأديمة بس إذا القانون كان عائق لا أنا هلأ ما أظن في عائق بيتغير بطريقة ترضي الجمعي يعني يحقق الرؤية وبنفس الوقت هذا اللي عم بيقول لك أنه أنا بحلب الأديمة كلياتنا تعلمنا أنه لما كان في رغبة من المجتمع طلع المرسوم بيتغير فهلأ الرغبة بس بدنا نشوفها معكوسة على الأرض ومشوف شو ممكن يتطور أنا لما عمقول للناس أنه بدي استثمر اقتصاديا وثقافيا بهاي المنطقة يعني أنا في بنية تحتية عم بشتغل عليها صح يعني فيه كهرباء لازم يكون يعني فيه محروقات لازم يكون طب عدم توفر بعض هاي العناصر بسبب الظروف الحالية قدي ممكن يعيق تنفيذ هيك مشاريع أكيد موضوع الكهرباء هو موضوع دائما من روح هو مشكلة هذا أكيد وأكيد أنا ما هستنى لحل مشكلة بلد لاشتغل بمنطقة وشان هيك بصراحة عم نشوف على الحلول عم تكون مبتكرة معنا وشان هيك هلا لما نحن بنساوي نارة ماشي فأكيد ساويناها بالطاقة الشمسية هذا بدي يرجع الموضوع لكل مشروع كيف بدي ابنيه لما بدي يساوي فندو بده كهرباء أكيد بدي يعتمد على الطاقة الشمسية يعني هي طريقة التفكير بالعقلية كيف بدي نفذ هي المهمة مو بس بدي يقول أنه أنا بدي ساوي فندو وفتح فندو أو ساوي حمام أو ساوي استثمار هي بدي يشوف شو متاح بين إيديه بصراحة وكيف عم بتطور فيه بالتدريج هذا التغيير ما حيصير لا بشهر ولا بسنة قدين إحنا حاطين تقريبا وقت هلأ المناطق اللي هلأ مشتغلين فيها غير ترتوص القديمة اللي هلأ مثلا بنعرف خططها لـ 2026 فنحن فينا نقول هلأ ثلاث سنوات بدي يكون واضح معنا على الأقل ترتوص القديمة شو بدي ينشغل فيها فأنا في عندي خطة استراتيجية مدة ثلاث سنوات بالتفصيل شو بدي يكون موجود بهذه الخطة مين ما كان بدي يشوفها ويكون جزء منه رأخذ أيضا من ترتوص مدير محافظة ترتوص في الأمانة السورية للتنمية الأستاذ هادي الظاهر أستاذ هادي مساء الخير مساء الخير أهلا وسهلا فيك تحياتي لحضرتك ساز هادي أكيد صار عندكم أيضا بعد الاجتماعات الأخيرة مع الأهالي مع الفعاليات صار عندكم معلومات واضحة ودقيقة عن عدد مثلا المقيمين داخل أسوار المدينة القديمة من سكان يعني أيضا عن عدد ممكن اللي عندهم حرف أو مهن أو محلات شو فيك تعطيني أرقام بهذا الشأن نحن حاليا لأننا كافة التفاصيل المتعلقة بالمدينة القديمة يعني نقول الساكنين بين ألف مئة لألف ثلاثمئة نسمة عمنا الحرف تقريبا نحن ما عمنا أسواق في تنفوص القديمة فهو الحرف وعلى المحلات عمنا حوالي 25 شخص في بعض الحرف السراثية سواء عمنا نحكي بين مأكولات وحرف تقديمية قديمة عمنا تعريبا حوالي 75 محل بين المغلق والعمل الشغار إضافة حتى المجتمعي اللي صار عمنا كان فيه تفصيل متعلق بالحالات الاجتماعية والمراضية والطرحية كويس هون نقطة مهمة أستاذ هذه يعني أنتم وصلتوا حتى هاي الدرجة مثلا يعني أنتم بتعرفوا مين في حالات معينة حالات خاصة كبار سن يمكن هذا شو بيفيدنا بالنتيجة لهاد تم لحظة بالأحداث الموضوعة لتحقيق الزوية الخاصة لمدينة الطرطوس القديمة سواء بالجانب بالمسار الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقاثي يعني على سبيل نحن 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 لدينا هدف تحقيق سواء الرعاية الصفية هذا الهدف سيكون من خلال يعني تأمين كوادر مدربة ضمن المدينة القديمة لتحقيق الخدمات الصبية ورطع مثل الوعي الصفية وما شابه ذلك وبكل تفصيل كل تفصيل كان موجود بمرحلة الأولى من راحل العمل يعني أداد ملفهم في هذا العام وتحقيق الهوية في المنطقة كان إلو أثر موجود وواضح بأهداف الصفية التنموية طيب الساس هادي ذكرت مثلا أنه في عدد من المهن القائمة بس يمنى كأسواق هي مهن متفرقة وفي عدد كبير مثلا من المحلات المغلقة بدء تنفيذ هذه الرؤية بدء أن الناس تشوف أنه صار فيه إنارة نظافة تنظيم ترميم لبعض الأماكن قد ممكن هاي المحلات ترجع تجذب أصحابها أو يعملوا استثمارات فيها بما يتوافق طبعا مع الرؤية الموضوعة يعني حكما مطير المدينة القديمة وتحقيق واقعة رح ينأكس على جميع القاتلين فيها سواء من أصحاب المهن والمحلات التجارية إلى السكان العاديين نحن اليوم يعني لما عم نحط الهدف عم نشوف عم نميز بين شغلتين الأولى هي المبادرات التي طلعت وتم الإشارة إليها خلال حديث كونت سابق يعني مبادرة الإنارة ومبادرة المدينة القديمة اللي نحنا كان يستبدأ فيهم خلال هذا الأسبوع لكن نتيجة من ظروف الطقس وعننا بطقوس نتيجة أجلت إن شاء الله ممكن في السواء القادم مبادرة الإنارة كذلك الأمر يعني جاري العمل والجراسات والدقاش والحوار مع الجهات الشريكة كافة لحتى تكون كمان انتباسة قريبة إن شاء الله خلال يعني توقع خلال منطقة شهر القادم بينما الخطط أو الأهداف الثانية فنصف الفضل الزميل للأزراهين هي ستكون محطوظة ضمن إطار الزميل خلال مثلا السنة 23 24 هيك رحي نعمل 25 هيك 27 هيك وهذا بكل أحوال نتمنى التوفيق ونشوف مثل ما تفضلت هذه البرامج مطبقة على أرض الواقع شكرا جزيلا على حضرتك مدير محافظة الترطوس في الأمانة السورية للتنمية الأستاذ هادي الظاهر أعود مجددا لعندك أستاذ إبراهيم نحكي شوي عن التمويل كيف يسألتم تمويل هذه المشاريع هل في تعاون مع مصارف محلية عامة أو قطاع خاص هل ممكن يكون مثلا جزء من التمويل هو من المجتمع الأهلي مثل ما بيصير بكتير مبادرات بكتير مناطق بسوريا بالنسبة للتمويل فيه جزء اللي حيكون أكيد من الأمانة السورية للتنية وهذا اللي حيبين بعدين بالخطط التنفيذية لأن الخطط التنفيذية اللي حيش نتشوف الأدوار والمسؤوليات بصراحة موضوع التمويل الكل اللي حيشارك فيه إذا عم نقول محافظة ووزارات هيدنا اللي حيشاركوا فيه غرف تجارة ممكن شاركوا فيه مديرات أوقاف حتى تشارك الناس أكيد بده تشارك فيه لأنه هكذا فيه هدف من الأهداف هو أنه أنا أسس صندوق اجتماعي لطرطوس القديمة هذا الصندوق مهمته أنه نحن نقدر نجمع تبرعات لصالح طرطوس القديمة فأي حدا ممكن بكرة يقدر يتبرع إذا هو حابب أو راغب أنه يشارك وفعاليات طرطوس كثيرة والاقتصادين فيها أكيد يتمنون يشاركوا بتطوير وبصراحة أنا بدي أشكر الكل لأنه الكل كان متعاون والكل أبدى رغبة هذا أهم الشيء وإلهم مستمرين معنا فترة طويلة ويظلوا مستمرين معنا أكيد لأنه لا يمكننا نحن نمشي بدونهم فالشكر لجميع لديه استعداد وهذا لنشوف هو الحقيقة نحن يمكن بسوريا قاصرين عن تنفيذ هكذا لأنه في دول أخرى تطور المجتمعات المحلية بيطلع من جواتها يعني هي بتغير الطريقة التعاطية مع المكان ممكن مثل ما تفضلت يعني يكون في صندوق تكافل اجتماعي صندوق اجتماعي شاركوا فيه الفعاليات كلها تطور المدينة تساعد فيها ليحس حالو المجتمع شريك بكل شي عم بيصير بالضبط بالضبط مشان هيك نحن منشوف المنطقة هي عبارة عن نقاط قوة قبل ما نشوف نقاط الضعف هي اكيد من اهم نقاط القوة المجتمع الموجود فيها اذا منشوف سوريا كلها بكل مناطق عم بيصير تبرعات وعم بيصير مبادرات المشكلة انه ما عم بتنحط ضمن هدف واحد او ضمن رؤية واحد ما عم بتتنصق ما عم بتتنصق كلها مع بعض فبتطلع مبادرات فردية بس هي ما بتساوي تغيير المنطقة فانت بالمنهجية قعدت استثمار الموارد كلها تلجوات المنطقة ولا اللي جاي من برات المنطقة هذا الشي بيخليني ابني استدامة ويحسوا الناس انه هن مالكين الخطة ما عم بيستنوا بس مؤسسات تيجي تساوي لهم كل شيء مثل المصباح السحر هذا صندوق سيعلن عنه قريبا اعلن عنه كل الاهداف اللي عم من إلك عليها تم تبنيها ويتبلش التبرعات التبرعات لسه ما بلش في نحن بالمرحلة الثانية هلأ المرحلة الثانية اللي مسميها نحن خارطة تنموية للمنطقة خارطة تنموية يعني أنا بحط رؤية للمنطقة وبحط أهداف استراتيجية وبقول بعدين شو النجاحات اللي بدي ساويها جوات هاي الأهداف الاستراتيجية فهي مثل الجسر اللي عندي بيقودني لعمليات التنفيذ التنموي كلياته لفترة طويلة آخر سؤال أنا كمواطن ساكن بالمدينة القديمة أو كشخص حابب استثمر محل حابب أعمل مشروع هل في أي طريقة أنه اتمول عن طريق أحد المصارف لأني ضمن المدينة القديمة لأني عم شارك بتنفيذ هذه الرؤية بالشكل العام أكيد بالشكل العام أكيد كيف بدها تصير الآلية هذا اللي حيبين معنا أبل رمضان أبل رمضان أبل رمضان لحيبين معنا الضبط لأنه نحن خلصنا المرحلة الثانية من المنهجية بيان نفوت على وضع برنامج تنفيذي كامل لحيتحدد فيه كل هدول التفاصيل كتير مهم اللي عم نحكي فيه بتصور اليوم وتأخرنا ولكن البداية واضح إنها قوية جدا لأنه فيه تعاون من كل الأطراف المعنية بتطوير المدينة القديمة وهذا اللي ممكن وهي أهم شغلة ويبنى عليه لأنه نحن ما عم نحكي بمشروع إنارة ومنمشي نحن عم نحكي بشي مستدام على المدى الطويل أنا عم حاول غير لسنوات طويلة قادمة للأمام هيا ترتوس القديمة كانت واحدة من خمس مناطق هيا السنة بالأربعة وعشرين نحن عم نحكي عن 11 منطقة 11 منطقة المجتمع المحلي هو اللي دعانا هيا أهم شغلة منذكرهم ولو بعجالة نختم لدعشر منطقة او المناطق تبع لعشرين أربعة وعشرين عشرين أربعة وعشرين نحن في عنا حلب الأديمة بننكمل فيها في عنا سليمانية في عنا جبلة في عنا دومة في عنا عين كروم في عنا حمصة الأديمة كمنطقة كمان أسرية جديدة فهذه المناطق اللي موجودين معنا إن شاء الله نتمنى يكون هيكي يعني حطينا المستمعين بصورة كل ما يحصل في هذه المنطقة صراحة هي المنهجية كتير واسعة وتفاصيلة يعني يوم حكينا عن طرطوس بلك بحلقات طادية ونتناول مناطق أخرى ويمكن يعني نحكي عنها كمان بشكل مفصل بشكر وجودك معنا شكرا للكم شكرا لإهتمام أهلا وسهلا فيك عضو لجنة الخطط التنموية في الأمانة السورية للتنمية الأستاذ إبراهيم الريس شرف المختار مع باس المحرز إعداد ريم سليمان جعفر مشهدية وفاء الحداد علاقات عامة آلاء عدرا المختار من الأحد إلى الأربعاء الثالث عصرا عبر المدينة أفأم وتلفزيون الخبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر